السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعاتي الغاليات نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير من الاختراحات اللي كنبغيو نغيرو بهم في القدي الحرشاء او الكيك او البسبوسة اليوم غدي نشوفوا مع بعضيتنا بسبوسة بالبرتقال مسقية كتشي كدوب في الفم فعلا كتشي ممتازة كلها مدق البرتقال يعني كيجي غالب فيها البرتقال كتشي روعة نبدو على بركتي الله في الطريقة والمراحل ديال تحضير هذا الاقتراح ديال بسبوسة اللي كتشي فعلا الديدة وكتشي مسقية نكهة البرتقال كتكون فيها حاضرة او لما دق البرتقال كيكون فيها حاضر بنسبة المكونات غدي نحتاجو ثلاثة ديال الحبات ديال البيض بدرجة حرارات المطبخ عندي الحجم ديال البيض متوسط كاس ديال زيت نباتية العبار ديال الكاس ديال العنبه نفس القياس غدي ناخدوه سكر سنده او سكر حبيبات يكون معه مرش يعني كاس اللاروب كاس ديال جوز الهند او لا الكوكو من الاحسن جوز الهند يكون اللي كيكون فيه دهن يعني كيكون ميت دم ما يكون شناشف هادك اللي كيكون ناشف ما كيكون في حتى شي ماداق وهناك عندي كاس ديال عصير برتقال طبيعي عندي علبة ديال يوغورت ماداق الفانيلا وقشراء ديال البرتقال اللي نسمو به هاد البسبوسة فعلا الماداق ديال البرتقال كيجي حاضر في هاد البسبوسة هادي وهنا عندي سميد الخاص بالحرشة او البغرير يعني سميدة رقيقة ودائما اللي لبغينا نحصل على نتيجة زوينا السميدة خاص هاد كونتا هي نوعية مزيانة عندي جوج خميرة كيموية او لا بيكي باودر يعني ميو عاديل واحد اربعتاشر قرام او تمنتاشر قرام يعني على حساب وش عندكم وزن وحدة فيها سبعة او ثمانية قرام اول حاجة غدي نبدو بها غدي ناخد صينية اللي غدي ندير فيها هاد البسبوسة هادي كنتهنوها بالزبدة هي اللولة دائما الصينية كان وجدوها هي اللولة باش مني كان وجدو البسبوسة ما كتبقاش تشرب لي نحنا بيدما نوجدو الصينية اولا القالب بعدين نرشها بسميدة ونخليها على جنب بالنسبة لهاد البسبوسة إلا بغيتوها ما تكونش عالية بزاف قديروها في هاد القالب تقريبا في هاد القياس هدا نخليليكم ان شاء الله هالرابط عفوان نخليليكم هالرابط نخليليكم القياس دياله في صندوق الوصف أنا دائما ندير فيها البسبوسة كجيني في القياس و لا بغيتوها تكون عالية ممكن نديرو احجم صغر من هادا ما غدي نحتاجو للخلاط للباتور لوالو غدي نخدمو غير بالفوي عادي هنا كناخد البيض كنديرو في هاد البول قبيصة الملحة منساوهاش لانها كتصحح لنا الضوك غدي نضيف مباشرة سكر سانيدة او السكر حبيبات و كيف قلت طروري كنوجدو القالب هو اللوولو كنخليه على جنب باش منين نوجدو حنا يلبس بوسة او الخليطة ديالنا ديال البسبوسة ما كيبقاش يتشربو كجينة قاسحة كان نجانس البيض مع السكر مزيان غير بالفوي حتى يدوب و من الاحسان السكر يكون الحجم دياله ورقيق كنخلط غير بهاد الطريقة هادي يعني بالفوي القشرة ديال البرتقالة كنحكها مباشرة على الخليط ديالنا باش كتكون نكهة قوية فيها و زيوت الطيارة احت هي كن يعني كتكون عندنا حاضرة في هذا الخليط كنضيف الزيت و انا كنخدم بالفوي حتى كندمج المكونات مع بعضياتهم و هنا غادي نضيف علبة ديال اليوغورت مدق الفانيلا و دائما كنفضل ان اليوغورت يكون يعني يكون خفيف و كنجانس المكونات على هاد الشكل كيف قلت ما غنحتاجه لالخلاط كهربائي لالباتور غير بليد ديالنا و هنا الكاس ديال الكوك اولا جوز الهند الكاس اللي كوزل لنا 150 ميلي لتر اولا 160 ميلي لتر ما كانت شي مشكل يعني في هاد القياس ديال الكاس ديال الكاس غير مشيو به في العبارات كاملين كندمج الكوك حتى هوية و دابا غادي نبضى نضيف الساميد بالنسبة للسميدة غدا تاخد لي تقريبا ثلاثة ديال الكيسان و غادي تبقى على حساب نوعية الساميد و الامتصاص دياله و ما كنديروش دفعة واحدة يعني كنضيف الكاس الليول من بعد غا نضيف الكاس الثاني و غضي نوصل للكاس الثالث و غادي نشوفوا معي كل وحده و شنو غادي تاخد ليها في القياس ديال الساميد كين لي غادي تاخد ليكم تلاتة الكيسان ثلاثة الكيسان و نصف على حساب الساميد و حجم البيض يعني لادرت عال الحجم ديال البيض كبير غادي تاخد ليكم أكثر أنا اخدت ليا هنال حد الي خدت ليا ثلاثة الكيسان غادي نضيف الخميرة كيموية و غادي نغربلها حتى هي ضروري أنكم تغربوا الخميرة اضفت ثلاثة الكيسان ممكن زيد معلقم ممكن جوج ممكن كيف قلت ربع كاس ممكن نصف كاس تبقى على حسب نوع يتسامده الامتصاص وحجم البيض الحجم البيض هنا في هذا الخليط هذا اولى في هذا البسبوسة كان عندي متوسط لهذا اخذت ليه ثلاثة الكيسان واربع إذا كان عندكم الحجم كبير ديال البيض ممكن تقضي لكم ثلاثة الكيسان ونصف هذا هو الخليط اولى هذه الكتافة سوف نشوفها معي خاصها تكون على هاد القياس اولف هاد القياس ما كتكونش عاقدة وما كتكونش خفيفة مباشر غادي نجيب القالب ديالنا اللي وجد شوفوا معي ضغية كاللقوها انها تشربت يعني غير بيض ما خلطها هذا هو القوام اللي خاص البس بوسة تجي عليه باش كتجينا خفيفة هنا ركت بال لكم البنات يعني اردوا البال يعني في الساميد كيف قلت لكم ما بين ثلاثة الكيسان ثلاثة الكيسان واربع اه على حساب حجم البيض والقالب ديال الصينية انتم ما تحكموا فيه كيف ش بريتوها وش كتبغيوها رقيقة وش كتبغيوها عالية كنقضل الصينية الوجه ديالها وفي هاد الوقيته نقطة مهم ما ان الفران يكون تسخن لان البس بوسة كتبغي تدخل الفرن ساخن اذا خليناها على جنب احتسخن الفران غتكون تشربات وغتجي اقاسها وغتجي ناشفة لهذا الفرن في هاد الوقيته يكون كيس خن كنشعل عليها غير من الجهة السفلة كنشوفها بداتك تتحمر من الجواني بكنشعل عليها من الفوق او لكنها بطوها الجهة السفلة لكان فرن غازي في هاد الوقيته اللي كتكون البس بوسة في الفران كندوز انا باش نوجد السيرو اللي غنسقي بها هاد البس بوسة كيبقيت لكم حاضل فيها المدق ديال البرتقال وانك هاد البرتقال كتجي فيها غزالة منعشة ضروري ما كان صفي البرتقال باش هكا يكون عندنا غير واحد المحلول اللي هو خفيف وكيدخل فيها كاملة نحصلوه على كاس يعني منين صفي ونحصلوه على كاس ماشي تاخدوه كاس عاد صفيو لا صفيو واحد الكمية ديال البرتقال اللي تعطينا كاس بالنسبة للسكر غيبقى على حساب وش انتو ما عندكم يعني البرتقال حلو او لك يكون شوية فيها الحموضة يعني غديبقى على حساب انتو ما ولمدق ديالكم غد ينضيف واحد رس معلقة ديال الزبدة ومل احسن تكون حيوانية وغد ينضير الخليط ديالي فوق النار يغلى ويعاود يعني عندنا في غير السكر وهاد الراس ديال معلقة ديال الزبدة باش كتعطينا واحد اللمعة وكتعطي واحد المدق للبسبوسة او للسيرو ديالنا غد ينضيروا فوق البوطة يديا يتحرك نخلي حتى كي غلوي عاود يعني غير باش كي يتجانسوا المكونات مع بعض ديالهم والبسبوسة ديالي هاي خرجتها ملف الران كتجي على هاتشكل الخليط ديالنا واجد كم قد نحركو بحال هاتطريقة غير باش كي يبردن زيان لان البسبوسة بقسخونة وخاص هاد الخليط يكون بارد او العكس يكون صحيح يعني لكانت البسبوسة برده سيرو يكون صحون هنا يغدوك الكويرات ديال الزبدة هما اللي كي يبانو عندي الفوق لان السيرو برد سيكون صحونة وكنسقي بها هاد البسبوسة كامل يعني هاد الخليط هاد كامل كنفرغو عليها دفعة واحدة بحال هكا وغد نخليها على جنب باش غدا تشرب هاد سيرو كامل كاتجي مصقية كاتجي غزالة وكتخرج الخير والبركة هنا يكن دهن بالشيطة يعني غير باش كي يدوك الكويرات ديال الزبدة كتجي الفينيسيون ديالها غزالة كتجي غيرها كشوف إلا بغيتوا تاخدوها البنات غير هكا كتكون ديدة اللي ما بغي لي دهنها ليزينها لوالو كتكون زوينة هنا اخديت شوية ديال المربة وضفت عليه شوية ديال العصير ديال البرتقال وغليتهم مع بعضياتهم حتى ولوا عندي مجانسين يعني باش كيعطيني واحد للمربة اللي هو خفيف يعني غير باش كنتهاليها لوجه ديالها وكيتبت عليها التزيين هاد البسبوسة جات غزالة اتكالت ما بقى فيها والو لانها لديدة لديدة بززاف وغادي نشوفوا معي المفاجأة في اخر الفيديو هنا بالنسبة للتزيين كي بقى لكم الاختيار كيف ما بغيتوا تزيينها اخديت هاد زليفات هادو اللي كنديرو فيهم العطرية اولا كنقدمو فيهم شي حاجة هما اللي وضفت هنايا ممكن ديرو الكيسان ممكن ديرو قفيلات ديال شي قرعاب حال هكا يكونوا قد قد وكن ضغط عليهم بيديا باش كتعطيني هاد رشمة هادية اولا هاد شكل هادا ديال قليبات يعني على الشكل ديال هاد زليفات هادو ومباشرة نبقى نغبر بالكوك او لا جوز الهند لوجه ديالها كامل او لسطح ديالها كامل كيف ما يمكن لكم انكم تقدموها مغير هاكا يعني تدهنوها بالمربو وتقدموها كيف ما بغيتوها المهم المضاق ديالها كي يجي اغزال كي يجي امسفجة حتى من الداخل غبروها مزيان يلا بغيتو هاد رشمة هادي تبال وانتوما كتكونوا ضغطين على الزليفات مزيان باش مكيدخلش لكم جوز الهند للجوانب من بعد كان هاد زليفات غير بشوية ارضو البلد هزوم غير بشوية باش مكيدخلش لكم الكوك الجوانب والتزيين كي بقى اختياري درت لي ها هاد القطع ديال اللي سوريس كون فيه قسمت كل واحدة على جوج ورقة ديال نعناع وكانت هادي هي البسبوسة ديالنا فعلا كتجي غزالة كتجي ممتازة وكتجي لديدة نتمنىكم فعلا انكم تجربوها بهاد القياسات هادو اولاها بهاد المكونات اللي ذكرت معاكم وردوا البال في الكيمياء ديال الساميد والمفاجأة هو انني كنت نصور فيها وكان قطع وفي الاخير كالقرصي بانني ما بينش الصورة او لا تحدفوا لي المراحل ديال تصوير اللي هزيت فيهم هنا يحتى بدو كي يكلوا فيها وهنا نحيدها من فوق الطاويلة اولا فوق المائدة ديال القوتي وجبتها باش نوريكم النتيجة ديالها شوفوا معايا النتيجة يعني انا قطعت وريتكم القطعة ولكن في الاخير القطرسي ما مصورهاش ما بينش لي جاب الله انني كيف قلنا كيف كان قوله ضربت الفقد وشفت صور ما لقيتهمش هزيت القالب من فوق المائدة وجيت نكمل لكم هاد المرحلة هادي باش نوريكم كيفاش دايرا من الداخل كتجي مسفجة كتجي غزالة جاب الله بقى هاد الطريف هادا اللي هو يمقاد وكيف كتشوفوا معايا لقيت ما نوريكم فعلا كتجي اكتر من رائعة كتجي غزالة كتجي ممتازة كيف قلت لكم وكتجي مسقية مشربة وكتجي فتية وبحال هاد المواقف كي وقعوا بعد المرات كتكون يا راكي كتصوري كتلقي راس كما كتصوري والو وفي نفس الوقت انا كنت بغيكم تشوفوها من الداخل لهذا هزيت الصينية وجيت وريتها لكم هكا من نضيعش هاد هاد النقطة هادي كنتمنى الاقتراح ديال هاد النهار اخواتي يكون ناز تحسانكم وكيف دي ما ما تبخلوش علي بواحد اللايك للتشجيع فضلا وليس امران اخواتي في الله ان شاء الله نشوف تطبيقات ديالكم في هاد الاقتراح هذا